السلام عليكم مشاهدين الكرام كيظهر على أن موضوع هشام عبود ما زال مهتمين به الناس وما زال فيه الدين والرجلين وما زال فيه نقاش سواء هنا في المغرب أو في الجزائر أو في فرنسا فكان أعرفه لأنه المعارض الجزائري تعرض للاختطاف يوم الخميس الماضي وتم إنقاده ورجع دابالداره الحمد لله ودار تصريحة وحوار مع صديق دياله المعارض الجزائري أنور مالك وكشف له واحد مجموعة من الأمور طبعا بقى النقاش كين اللي تاقو كين اللي ما تاقوش نهائيا لا في المغرب لا في الجزائر وكين اللي تاقوغي شوية وكين اللي يبقى يشكك في الرواية وكين اللي يبقى يطرح المجموعة من الأسئلة طبعا الخبر مقدس والتعليق حر هذه قاعدة الأساسية في المجال الإعلامي أو في أي مجال خبر نحترموه ومقدس ولكن كل واحد يتعمل معاه بشكل اللي كيشوفه لأنه أي منتوجه أي خبر قبل ما يخرج رهد المولاه لما كيخرج ما بقىش دياله كيبقى ديال المنتلقي يديه فيه ما بغى غيشه هو كل واحده رأيه وما يفرش رأيه على الآخرين وما يعترب نفسه بأنه عنده ذاك الرأي هو المعلم هو المخير هو العايق هو الفايق والشي الأخرين غير شي حاجة مشيه هذي هذي الخيبة هذي خيبة في الأمور ففي هذا الموضوع فإن توصلت من شميع من التعليق كي اللي يشكر ذاك الشي اللي اللي شفناه وليسمعناه كي اللي يشكك كي اللي يتسأل لقاء كيفاش نتيقوا هذا الشي هده واشكدا واشكدا طبعا احنا ناس احنا بشار احنا معلاش قدرات انانا نعرفوا شنواق هنا واشنواق هنا واشنواق نكونوا هنا ونكونوا لهيه وعدنا واحدة العينين في شكله ولاحد العقل شكل يخلينا ندخلوا الواحد للأخر ونعرفوه احنا كنسمعوه وكنحلله ونتفاعل مع الأشياء حسب الشي اللي يعطينا ربي من القدرات العقلية والذكاء والإحساس وكذلك وكل واحد من جهتنا يجتهد إذن اللي ما بغيتش هنا وهو أنه اللي عبدك الدور للمعلم إذن سيهيشام بوت سيهيشام عبد دار حوار وشرح بزنة مسائل أبقات أسئلة وخاصة هذه الأسئلة كثرت مع ما ورد في بعض الجرائد لإسبانيا لأنه ما الأسف كين بعد الإخوان اللي فلول ما تقوش شكوكوه في الرواية من بعد فاش خرجت معطيات حسوا بأنهم زربوا ولكي باش يبرو ذكي الزرباء خصوهم يلقاو أعطني حاجة أخرى هذاك شي شغلهم أنا ما دخوش مع مفاة شي هذا والموقف ديلي من هشام عبود طبعا أنا أقدير هذه المحلة اللي داز منها كإنسان ولكن أختلف معاه في بعض الأمور أو في الكثير من الأمور كل نقطة الالتقاء فيما يخص يعني النظام الجزائري شي نقاط كان نتقى وش هاتف المقاط ما كان نتقى أعطني في المغرب شي نقاط كان نتقى وش هاتف المقاط ما كان نتقى وش هنوه ينسب بدل التقاء وعدم التقاء كل واحد كيف شكي يشوفها ولكن أكد لكم بأنه هشام عبود عنده أصديقاء في المغرب ويحب المغرب ويتكلم في كثير من الأحيان مزيلا على المغرب بدأ لو كان فعلا كفح الوقت ما شو هذا ولكن مؤخرا لأنه ما تصحيح ومع الإنسان نبحث ومع الإنسان نشاف ومع الإنسان نزار أننا نجموعة من الأمور صحيحات وإحتف هذا الاختطاف تكلم عن المغرب والمغربة بشكل جيد آه أنا البرح قريت ذلك شيء اللي برت الصحافة الإسبانية وخاصة جريدة الكاسو هي جريدة القرب وآرا والبايس وجبدو شحواج اللي كيقولو الناس بأنه هي شعبود خباه وما تكلمش عليهم على أسان أنه ما حضرناش علقائك اختطاف كيفاش تختطف وفين تختطف وفين كان غادي فالجرائي الإسبانية قالت بأنه كان تم استدراجه واستدراجه من طرف امرأة ومشى الواحد البلاصة وحاول يدخل الواحد لا تختطف موعة واحد للسكنة وكيوريهم هذا البرطابل وكيوريهم يعني المساج اللي عنده والصورة دي السيدة اكتماء استدراجه منك الناس ما فهموا ولو شوفوا بأنه عنوال غلط أو شحي بحلكه طبعاً هذا الشهده موتير التساؤل بما أنه كان واحد نقطة لماذا ما صلتش عليها هشام عبود الضوء لذي نخسر فهموها لأنه كان كل شيء ولا رأي قادية رأي عام كين أمور اللي رأي العام يدخش فيها إلا كان شخصية وشي حاجة ولكن كان شيء أمور اللي ولت اليوم رأي عام ولت عمومياً تذكر فيها ونصول فيها هذه القضية لأن الستساؤل التطرح هو لماذا في المشاء بل أكثر من ذلك نسبقوا يشكو لأنه يشكو لأنه يعتبرها بأنها رواية صحيحة بلأنه لغة إسبانيا أو الجراء الإسبانيا صحيحة وخاصة من يعرفوا بكين المرأة آه مرأة أشكر كيدين عند المرأة شكون هذه المرأة إذن هنا اكترت بزاف تهضراء ونكت نستعد لكي ندير الحلقة في هذا الشهده وإذا بيه البارح أنور ملك عاو تستضف سيشا معبود مرة ثانية وقال في التقديم لأس أنه كان اللقاء الأول كان سريع اللقاء يقول لأس أنه يقول لأس أنه يشكو يالله جاء نزل ما ماشيش ارتاح ولا بدل ولا حسن ولا قدرس ولا جاء نشان يعني حط بريستو وجاء حاولنا أننا نعطيه مجموعة من الأفكار لا تنقل في التفاصيل وإن أسئلة لأسئلة لأنني لم تطرحتها وهذه 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 ومن بعد ظهرت معلومات يقول بأنهم من بعد ظهرت معلومات التي شاهدوا لأنهم ضروري يقسموا مثل مرة أخرى ويسلطوا لها أضواء وخاصة أنه كان مجموعة من الناس التي كذبوا الرواية من هشام عبود ويقولون لماذا لا تطرح السؤال لماذا كان غادي لماذا كان البشرون لماذا لا تسولوه لماذا لا تسولوه لماذا لا تسولوه أنا أنا أسولو على المهم على القضية كان أمور لماذا لا تسولو لماذا تسافر لأنه يقول هشام عبود يسافر ولماذا يسافر ولم تتخلوش أنا مثلا لا تكدر ما أمشيت لهذه أو هذة هذه هي هذه الدور المحقيقين وقال كل ما يقوم لأنها قد يدر منها فيلم بمنطق أو بنظرية المؤامرة وطبعا أنتقد بشكل كبير المعارض الجزائري زيتوت إذن لما نرجع لما قالته الصحافة الإسبانية أنا لم ألاحظته بعد لأن أنا كنت في الإسبانية ولا لا أتكلم إسبانية ولا أجد إسبانية بين وبين هذين الخير والإحسان ولكن الحاجة جوجل التي استعملها أو مواقع أخر استعملها في الترجمة لم ألاحظته في مقال مثلا الكاسو الإسبانية على أن هذه الترجمة لم ألاحظته هذه الترجمة كنت ترجمة العربية كنت تقرأ عربية ركيكة ومفهومة مثلا كنت تجد الوالدة كنت تجد العريسين كنت تجد المحكمة كنت تجد هذا كيف حجم هذه الترجمة لأن بعض المرات تكون كلمة عندها معاني حسب الكنتكست تجد وغوغل ستكري واحد معنى كان هوا ذك ما كان شو ذك تبراسك تعود ترجمها بالفرنسية كنت تلقى ذك ما شو هذا عودت رسمتها الانجليزية لقد ترجمة الانجليزية بختلفة على الترجمة العربية في الانجليزية لم أرقيت العريسين لم أرقيت الوالدة لم أرقيت إذن حاولت فإذن فهمت بأنه إذا اعتمدنا على هذا المرجع أنا ما كان فمش إسبانيا رح نمشي نفت العوج إسبانيا أي حاجة يجب نحن يجب على الاستفاهم كيف يمكن أن نأخذ الكلام يشام عبود وستعلم مع وحد فكر نقدي نفس أي حاجة ومزيلا يكون عنده فكر نقدي ولكن ليس دائما يبقى يشك ويقول هذي كينا لا قص يتبع منطق وتبع التدرج في التحليل هذا ما كان فلنما فهمت وارف ذلك شي وكان وجد حلقة لكي نتكلم عن هذه الأمور وجاءت هذا الحوار الثاني عن أنور ملك مع هشام عبود إذن بالنسبة لي أقف نفس المسافة مع كل واحد مع كل المصدر ونحاول ما أمكن سنجيب لكم يعني ماذا قال هشام عبود أولا نحاول نجاوب على نقلب على الأجوبات الأسئلة للطرحات وخاصة المسألة الاستدراج فطرح عليه أنور ملك قالوا كيف شرك القلوب أن استدراجك وأن كنت اتصال مع امرأة وطبعا هشام عبود حواج لم يتعجبوه يضحك فيهم وينتقدم بشدة قال ما كان استدراج نهائيا وما زال ما زادش ما زال ما زال ما ولدتوش همه هذا اللي غادي استدراجني وأي حاجة كنديرها كتكون بخبار بخبار السوجة ديالي ما ديالي سهالة قالوا أنا مشيت لديك المكان باش نستأجر فيه نبات وفي عندك تكشيم غير مناسب ومشيت الفندق آخر تقلسمي دياله أرقى بأنه تمن غالي ويقعود رجع للمنطقة لديك بلاسر وتم اختطاف جاءت السيارة واختطفت واختطفوه بعنف يعني ما قدرش يقوم ودخلوه للطوموبيل لديك الساعة طحت لي الساعة وطحت ليه البرطابر وتهلست ليه البريزة دياله والطوموبيل يعني مشيت بسرعة والطوموبيل كانت غير مرقمة بمعنى أنه عمل المافيا عمل الأفلام انطلقت بسرعة ومن يكن نرشع لذلك البلاسر فين وقعت هذا كالقوم بأن هذا الحي هادئ يعني كما نقول هادئ 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 المقتطفين يختارون البلاسر بعناية أو صدفة المهم أنه كما نقول هادئ من السرجم ونرى أنه رام خطفوه ومنهم واحد يقول بأن البشر ذاكينة وأكيد أنهم يشيروا للسينيغالي وخبروا السرطة وقات السرطة المحلية عندها اسم خاص جات وستمعوا وشافوا كلام هادئ هادئ الزن قادمة كنشوف الصور دياله ديك المكان كنشوف الصور دياله ونزيد نؤكد على أنه اليوتوبر عتمان برسلونة اللي عايشوا برسلونة امشاء للعين المكان باش يتأكد بذيك المكان وصول الناس وأكدولي بأنه في علم عملية الاختطاف وقعت وكيقول بأنه في علم عملية الاختطاف وقعت هذا الخبر صحيح يعني العملية الاختطاف صحيحة مئة بالمئة وعندنا رسالة المعارض الجزائري هشام عبود هلما كان في تم الاختطاف إذا كنت معقلتي إشو إذا كنت يعني عملو لك شي حاجة على رأسك فهذا أول مكان خليك معي أدم خليك معي باش ندوزوهم حدا الباب وحدا الشارع فين تم عملية الاختطاف يلا على بركة الله وريهم بعدها شو نمر 24 ياك وده بتأكد من نعم هاي النمر هنا 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 هاي النمر 24 هاي وريهم شو سيارة إذا هشام عبود تطرق في الحوار الثاني وفي الحاقة الثانية لأحد النقاط كثيرة التي نقدها بعين الاعتبار إذن هذه مسألة يقول لك لا هناك شي لا استدراج ولا هدي ولا هدي لا بسبب القضية تدخل مخابرات المغربية يزيد أكد بأن المخابرات المغربية لم تدخل ويزيد يقول أنه تم إنقاذه عن طريق الصدفة فعلا هؤلاء الناس تشكو وعلموا البوليس ولكن هذي الجواردية السيفيل الذي جاء جاء الصدفة على قضية وحدة وخرى ديال المخدرات ويقول أنه لم يتعرفون بذلك شي إذن لماذا كنا معه لك نكذب ذلك ولماذا الجواردية السيفيل لك نكذب ذلك هو يقول ويأعطي رأينا لحسب الشي اللي رأي عرفو هو واللي فاهمو هو إذن إذن لا ممكن لننطقوه أو نكذب أو أو أمور في إعلان نرى النقاط التي نقول آه شي ما فهم نحن آه هذه مكاملة هذه غمضة بسرح نقول لا ما كهن لا ما خونوه لا ما هزوه لا ما اختطفوه لا 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 السيفيل كان زي عليه كان نتبعينه وكذا 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 لم يكن نقول شي ما لم يكن تدخل حتى رسميا إذن المعلومات التي لدينا و ما يقول هو العهد على الراوي على أنه هو يؤكد بأن هذا صدفة وزيد على ذلك وجه الانتقادات للمعارضين ومش مجموعة من المعارضين وخاصة زيتوت وقال فيه كلام كثير ولكن لم يجب المؤثل المغاربة بشيء ولكن ممكن أنه يكون مبطن وتكون مسألة مهمة قال الناس يهضروا يحلوا فهمهم ويقولوا بأن لدينا معلومات وعطيتهم القضاء بشي المعام البحث اللي في مغرب يجيبوه اللي في فرنسا يجيبوه اللي في جزائر يجيبوه على أسألنه هالناس اللي يقولوا بأن عندهم معلومات في قضية اللي فيها قضاء يجيبوه بمعنى أنه هذا الموضوع دير هشام عبود مازال فيه للدين والرجلين وهو يقول بأن يتبع عدة إجراءات بشي يفضح النظام الجزائري سواء في الأمم المتحدة سواء في الاتحاد الأوروبي سواء في عدة وغادي يوضح وغادي يدافع وغادي يبين بزافة الأمم ويزيد إكل على أنه عنده الجنسية الجزائرية وعنده الباسبور الجزائري ما عنده باسبور مغربي وأنه مطلب الباسبور المغربي وأن المخابرات المغربية ما لا تحتش حاجة يعني ما أسأت له لا فهدي ولا فهدي ولا فهدي وما دخلش في الموضوع وما ما على المغرب بالشيء إيجابي وأكثر من هذا خبر بأنه يمشي الفاس في شهر نوفمبر ودار مقارنة ما بين المغرب والجزائر يقول لك بأنه المغربة لا يوجد مجرمين بحل الجزائر يقول لك قتال جزائري يدعوه مسؤول يشير للمجاهد وقال بأنه الدولة العراية السراقين لجزائر قال لك بربما نطلقهم يعني يقسم على أنه ما نطلقهم وأن الموضوع كبير وأنه عارفهم بأنهم غدرين السوشية ما تغايد لشيء حاجة أخرى مشي هديك ونفس شيء قالوا أنور مارك قال بأن الجزائر قم بولة العار ومن يشكك في رواية هشام عبود فهو خادم للجنرارات وزاد قال أكثر من ذلك بأنه قال لك اليوم عد فهمت علاش علاش الجزائر عايشة من احتلال إلى احتلال من الاحتلال يعني العثماني الاحتلال الفرنسي الاحتلال تحت خدام فرنسا لك ولهذا ما لش نجحوا في التغيير بمعنى عندهم صورة قاتمة على الوضع بالجزائر ومستقبل الجزائر وقالوا بأنه هالشي غباء هالشي سفاهة هالشي خروط في الخروط بمعنى أنهم ممكن تكلموا على مجموعة من معارضين الجزائريين وممكن تكلموا عن نظام الجزائري يستعملون جميع الأسليم وهشام عبود قال بأنه في قطر في المنذي القطر قطر استعنات بالأمن الوطني المغربي في باريس استعنات بالأمن الوطني المغربي وفي 87 فرنسا كان استعنات استنجزات بالجزائر في الوقت فيش كان عاد في المهام ديله 87 قال كن الجهاز يحارب الإرهاب اليوم ولا واحد يطلب مساعدة الإجهزة الجزائرية وكانوا يطلبوا الوساطة الجزائرية اليوم الجهاز المغربي فق بدرجة كبيرة الجهاز الجزائري ويزيد بكي يقول بأنه من يسول أنور مالك مؤشر على أنه النظام الجزائري متورد قال له أنا أنا هو المؤشر قال له لماذا شريحاته هو قال كذا كذا باش احتلت مختطاف لشي حاجة تقدر الجهاز الاجهزة الامنية التعقب لتبعني تعرفني فين فين انتقلوا فين كذا وقال بأنه الصحافة الاسبانية تكلمات واليوم غادي يحرك لهم صحافة ديال فرنسا وهم ابشعوا من الاستعمار ولا قالك ما عنديش مارشاريار مارشاريار ديال مهرس ما كان غير مغنى وزيد القدام اذا كان اسرار وهناك المؤشرات كلها كتبيننا بأنه ملف هشام عبود هشام جديد بالاعتمام وما زال قدي عرف الجديد 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 ولكن بالنسبة لنا احنا كاف قناة محمد بن داحا احنا متبعين الامور متبعين هذا الملف ومحافظين لنا من نفس المسافة مع كل واحد وكنا نقول لك ما نوقع وانو نحلل من وجهة نظام لنا وما توفيقنا الا بالله والسلام اشتركوا في القناة وبركاته